أهلا بكم معاكم أمير أسعد من قناة دو كروراس النهاردة هنعرف الحجر كيف يتلمع لكي يوجد ناس كثيرة قوي بتعمل الحجر ده أي أنواع حجر بتعمله ورنيش لميع وده طبعا بيكون مش أفضل حاجة لأن الورنيش تقريبا بيبوز شكل الحجر طب أفضل حاجة اللي احنا نظهر ألوانه ونعمل أول حاجة بنغسله بالفرشة بمية وكترة قماشة كده اللي انت بتلمعه هو طبعا بيظهر بس بعد ما المية بتنشف بيرجع تاني نفس الموضوع فاحنا إيه الحل اللي احنا نثبته على الوضع اللي قدام حضراتكم ده بتخسل بمية كويس جدا زي ما حضراتك شايف وطبعا لو الشقة ينفع بالخرطوم تخسله مفيش مشكلة لو الموضوع مش هنفع بالكوب بمية كده وبتبدأ بالفرشة الفرشة دي بتنظف الحجر كويس جدا بعد كده بتجيب سيلر أخشاب اللي هو ميدو وبتاخد مثلا نص كيلو سيلر للأخشاب وبعد كده بتبدأ تديله تنر وبتخفه تخفه بنسبة يعني سبعين تمانين في المية يعني بتحط قد السيلر يعني ممكن تحط قد السيلر تنر او اكتر كمان ما فيش مشكلة كل ما بتخف مش هيقصر معك بحيث اللي هو يبقى خفيف وتقدر تشتغل بيه زي ما حضراتكم شايفين انا ببدأ خف لان هو يفضل اللي ياخد اكتر من الشي كده بقى احنا بنبدأ ندهن الحجر وزي ما حضرتك هتشوف كده اللي احنا بندهنه بيبدأ الالوان بتاعته بتزهر وجمال الالوان بيظهر زي ما حضرتك شايف كده يعني انا حاول اوضح لك اكتر من كده كمان الجزء اللي انا بديهنه ده هو مش هيبقى لميع طبعا هيبقى لمعة بسيطة جدا جدا دي بتعمل طبقة حماية للحجر وبتظهر الوانه بتثبت الوانه بتثبت الوانه على الوضع ده مش بتتغير حتى لو بعد سنين الموضوع بيبقى طبقة حماية اللي انت لو وصلته بعد كده او حاجة زي ما حضرتك شايف كده فرق اللي ما الدهنش من الدهن باين جدا وده مش بيديك لمعة لان اللمعة مش بتبقى شكلها زريف وطبعا ده بعد ما بينشف مش بيرجع تاني جاير او كده لأ ده السيلر ده حاجة محترمة جدا ومش بيبقى مزعج ولا حاجة الموضوع زي ما حضرتك شايف كده بيظهر الوانه جدا وبيثبت على كده وممكن تديله وشين تلاتة كل ما بتديله بتعمل طبقة حماية ومش بيبقى لمع يعني انا مش بفضل خالص موضوع اللي انت تدي حجر وارنيش لمع ده انت بتديله السيلر بيظهر السيلر بيظهر زي ما حضرتك شايف كده اللي تحت مجير بعد ما تغسل بس ده ثابت على كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لاوك لو انت مش مشترك معنا في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله